موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم مهلا بكم اللقاء جديد مع موارا الحداث حالة الأربعة 18 نوفمبر 2020 زي ما قلنا الفترة اللي فاتت ومن وقت للتاني عاد تاني مالف اختفاء الكبطيات إلى السطح والحقيقة أنه عندنا اختفاء آخر النهاردة لفتاة كبطية قاصر من شبرة الخيمة وأخوها اللي بيقول الكلام ده أنها اختفت في ظروف غمضة وبرضه بيأكد أن الكاميرات رصدت خروجها من المدرسة وبعدين اختفت وأغلاقت هاتفها الفتاة إيفون عماد سابت 17 سنة يعني قاصر اختفت من يوم الاثنين الماضي ودون لغاية دلوقتي شرطة مش قادرة تحدد مصرها شقيقها أندرو عماد قال أني أخته بتدرس مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بنات بشبرة الخيمة الكاميرا رصدت خروجها من المدرسة معادها لكن بعد كده اختفت وتم إغلاق هاتفها دون معرفة مصرها حتى الآن تم تحرير محضر بالاختفاء والفتاة بتعيش بمنطقة منطاي في شبراء الخيمة وزي ما قلت لحضراتكم الأمن ما حددتش أما كانها لغاية لوقتي ولا مصرها بناشت قوات الأمن الحقيقة والشرطة أنه يعني تتقوم بواجبها بالنسبة لإعادة هذه الفتاة الكاصر ولما بنتكلم عن كاصر طبعا بتكون الأمر مختلف تماما عن ما بنقول بقى أنه هي فتاة ناضجة واختارت بنفسها أو هذا الكلام طبعا فيش أي تفاصيل احنا برضو كنا بنحاول أنه أخوها يكون معنا لكن ما قدرناش نتواصل معايا النهاردة ودي كل التصريحات اللي هي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتأكيد بنصلي طبعا من أجل عودة إيفون عماد سابت 17 سنة إلى أسرتها نأتي إلى خطوة جيدة بقى بالنسبة لقضية سيدة الكرم أو تعريض سيدة الكرم السيدة سعاد سابت وتم القبض على المتهمين ودي خطوة الحقيقة تدينا أمل في تحقيق العدالة إن شاء الله يوم 17 ديسمبر القضية دخلت عامها الخامس شغالة القضية منذ 2016 وكذا مرة زي ما حضراتكم عارفين موضوع تنحي القضاء واشتشعرهم بالحرك في القضية دي لكن ربنا يسهل يا رب يعني طبعا موضوع أنه يتم القبض عليهم وفاكرين كلنا تعريض سيدة سعاد سابت وسط شوارع قرية الكرم بمركز أبو أرقاص محافظة المينيا منذ عام 2016 اللي تم القبض عليهم نظير إسحاق أحمد عبد الحافظ وعبد المينعن إسحاق أحمد عبد الحافظ أخوه وإسحاق أحمد عبد الحافظ ولده ممت ثلاثة من أسرة واحدة وفاكرين ساعتها حضراتكم كان تم اتهام ابن سيدة الكرم بأنه على علاقة بزوجة نظير تقريبا المهم أنه بصراحة دي حاجة كويسة ربنا يكمل على خير إن شاء الله ونشوف العدالة تتحقق لسيدة الكرم اللي كان هقتها هشتاج مصر تعرت وللغاية دلوقتي ما فيش أي حاجة تمت غير تأجيل ويعني تنحي قضاء في هذه القضايا بالنسبة لكان برضو انتشر أنه في حريق كان داخل محل بويات خلف كنيسة أبو المتمير ولما بيكون حاجة قريب من كنيسة الناس بتقلق لكن الحياة الحمد لله تمت السيطرة على الحريق وما فيش أي إصابات بشرية وكان جاري يعني جارى حصر الخسائر والمحل هو جنب كنيسة السيدة العزراء بأبو المتمير أيضا نروح لهولندا الحقيقة ونيافة الأنبى أرساني كان تم تكريمه وبالوسام الملكي من ملك هولندا والحياة تعليق الأنبى أرساني بيقول إن الوسام الملكي تقدير لمصلحة الكنيسة الإبطية في هولندا والحياة أنه كان الأيام اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين احنا كنا عرضنا السور اللي كان تم فيها التكريم ومنح هذا التكريم يعتبر تكريم بدرجة القائد تتويجا لأعمال نيافة الأنبى أرساني في الخدمة الكنيسية في هولندا الأنبى أرساني في حوار خاص لموقع مبتدة قال إن الوسام ده بتقدمه الدولة الهولندية لأي فرض يقدم خدمات عامة تطوعية على سنوات طويلة ويشترط أن يكون هذا العمل مثمرا ومؤثرا في تنمية المجتمع وتطوير ودي حاجة طبعا جميلة كلنا سعداء بها الحقيقة عندنا برضو خبر لنياحة تاسوني إستر بعد خدمة عظيمة امتدت لخمسين عام وكان تم الصلاة على جثمان تاسوني إستر تحت رعاية أو ترقص الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبى غبريال أسكف بني سويف شاركه في الصلاة عدد من الأباء الكهنة تاسوني إستر كان من دير بنات مريم كانت من دير بنات مريم التابعة لإبرشية بني سويف وكانت قد تنيحت في ساعة مبكرة من صباح أمس السلزاء بعد خدمة عظيمة امتدت حوالي خمسين عام في العديد من الأماكن داخل إبرشية بني سويف خدمت بأمانة وجد واجتهاد وكانت مصدر فرح ومساعدة ودعم الكسرين نياحا نروحها عزقنا لإبرشية بني سويف والأنبى غبريال وكل أيضا شعب الدير وكل محبيها نروح للسير ماجدي عقوب والحقيقة السير ماجدي عقوب كان عيد ميلاده الخمسة وتمانين الاتنين والحقيقة أنه إحنا طبعا كلنا عارفين الحقيقة السير الدكتور ماجدي عقوب أهم جراحي القلب في العالم من موليد مدينة بلبيس ومحافظة الشرقية لعائلة قبطية أورسوزوكسية تنحدر أصولها من محافظة ألمينيا من موليد 16 نوفمبر 1935 درس السير ماجدي عقوب الطب في جامعة القاهرة تعلم في شيكاجو انتقل بعدها إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل بمستشفى الصدر بلندن بعدها أصبح أخصاء إجراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد من عام 1969 إلى 2002 وأيضا كان مدير قسم الأبحاث العلمية والتعليمية منذ عام 1992 وطبعا كانت كرمته أيضا ملكة بريطانيا وطبعا حضراتكم يعني عارفين قد إيه التاريخ الجميل وإنه في النهاية حاب أن يختم بلده وفتح مستشفى القلب في أسوان وطيب وربنا يديه الصحة وطبعا كلنا سعداء بكل المجهودات اللي كان قام بيها واللي مازال بيقوم بيها الحقيقة وإنه هو سياسته إنه يدرب آخرين مش مجرد إن العلم يكون قاصر أو التميز يكون قاصر على اسمه أو شخصه هو ولكن دي هي الحاجات الكبيرة المميزة لي إنه هو علم جيل كبير من أطباء القلب كل سنة وهو طيب نروح لأهم أخبار مسيحي العالم والحقيقة إنه خبر كويس من الهند إن المحكمة أمرت السلطات بالسماح بالعودة الآمنة للمسيحيين اللي كانوا أكبروا على الفرار من ديارهم كنا كلمنا كذا مرة على المعاملات اللي بتحصل بالنسبة للمسيحيين في الهند والحقيقة جي هذا الحكم من محكمة بيلاسبور العليا كان في وقت سابق من هذا الشهر وكانت أصدار الدعوة قضائية للمصلحة العامة كان رفعها 12 مسيحي للحصول على الأمن للمسيحيين النازحين اللي تعرضوا للهجوم في سبتمبر الماضي والحقيقة إنه أحد الناجين كان بيقول إحنا هاربنا من أجل حياتنا وكان فيه تهديدات بالقتل وما كانش فيه سبيل غير إن هم يسيبوا يهجروا القرية ولكن الحقيقة طبعا بيقولوا إن حياتنا تأثرت بشكل كبير جدا تم تهجير مسيحيين من ثلاث كرة ولمدة حوالي شهر ونص ودي كان من خلال زي ما قلتلكم هجمات كانت في سبتمبر فالحقيقة إنه الأمر هنا يعتبر مبشر بالخير ونتمنى إنه بالفعل يتم هذا الموضوع بالنسبة لعودة المسيحيين وكان برضو الشرطة في النص اعتقلت بعض الرجال الرجلين المسيحيين ولكن نتمنى بالحكم ده إنه يكون في عودة أمنة بالفعل لهؤلاء المسيحيين اللي كانوا تهجروا من سبتمبر من بريطانيا الشرطة البريطانية الحقيقة حاسمة بالنسبة لتنفيذ الأمور الخاصة بفيروس كورونا أو بالتحذيرات أو بالقواعد الإغلاق بالنسبة لكورونا فالحقيقة إنه الشرطة يعني مع عدم مراعاة قيود الإغلاق المفروض إن هي متفق عليها مؤخرا في بريطانيا فالحقيقة إنه حضر عدد بين الأشخاص أكبر مما تسمح به قيود الإغلاق وبالحقيقة إنه لندن زي ما قلت لحضراتكم إن هي مش يعني حاسمة في هذا الأمر وضباط الشرطة وقفوا التجمع هذا التجمع ومنعوا الناس من الدخول واتقال طبعا إنه ده كان بسبب إنه لما اتشر الخبر على الفيسبوك فناس كتير كانوا حابين يحضروا هذا يعني مراسم العماد ولكن الشرطة كانت حاسمة والقيود دي مش موضوعة بس لأي كنايس أو لأي مناسبات تبع الكنائس الحقيقة ولكن القيود دي معمولة لأي تجمعات وإنه الشرطة من واجبها إن هي بتمنع التجمعات وإن هي بعد أيضا ممكن إنه يكون فيه تطبيق عقوبات مالية في حالة انتهاك أي شروط للإغلاق واستلامة بالنسبة لكورونا وكورونا بنتابع معاكم الأعداد والتطورات والأعداد اللي بتتكاثر أو يعني فعلا صراحة موضوع الإصابات بتزيد بشكل غير طبيعي وكلنا وكل مرة والفترة اللي فاتت كلها وإحنا بنقول الموجة التانية جماعة موجة خطيرة في تزايد في الأعداد الإصابات بشكل كبير جدا بنخشى برضو من أنه يبقى فيه حالات وفيات تزيد ودي هنا هتبقى المشكلة ونصحنا حضراتكم أكتر من مرة بأنه التزموا لأنه الوضع صعب الحقيقة احنا دلوقتي بنسمع عن إصابات لناس قريبة جدا مننا يعني فالحقيقة بنصلي من أجل أن ربنا يمد إيده لكل المصابين بفيروس كورونا حول العالم وزي من أنتو شايفين الإحصائيات 56.462.073 حالة حول العالم الحالات بتزيد بالملايين دلوقتي في خلال يومين يعني أو يوم ونص مليون و352 و681 ألف حالة وفاة حالات التعافي 39.254 برضو أمريكا والهند هم أكتر دولتين في العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات أيضا الولايات المتحدة الأمريكية 11.822.000 تعدنا 11.822.000 أهو يا جماعة كل يوم المعدلات زي ما شفنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إن إحنا كان الحالات بتزيد بشكل كبير جدا وبتزيد بمعدلات مثلا 200.000 250.000 يعني إحنا النهاردة 122.000 ده يعتبر يعني إلى حد ما أقل شوية من المعدل اليومي اللي شفناه في الفترة اللي فاتت مبارح كان 161.000 من يومين فاتوا كان برضو 162.000 حالة إصابة بالنسبة للهند 45.000 حالة يومية الإصابات وصلت لـ 8.000.000 وـ 957.000 بالنسبة للبرازيل 5.900.000 ده إحنا خلاص قربنا 6.000.000 البرازيل فرنسا تعدت لـ 2.000.000 مبارح أو النهاردة روسيا 1.900.000 قربت على 2.000.000 أسبانيا 1.500.000 بريطانيا 1.400.000 أرجنتين 1.300.000 وإيطالي 1.200.000 وعندنا برضو كولومبيا 1.200.000 والمكسيك مليون برضو تعدت المليون المكسيك فزي ما انتو شايفين تصاعد لو ترتبنا معلش بالنيو كيس الزميلنا هنشوف برضو أن الولايات المتحدة هي مازالت أعلى حالات يومية بعدها الهند بعدهم إيطاليا والبرازيل وفرنسا وروسيا تخيلين حالات دلوقتي إيطاليا والبرازيل وفرنسا مقتربة يعني 34.000 34.000 إيطاليا والبرازيل معلش ناخد ترتيب هنلاقي برضو أنه بصوا الولايات المتحدة الأمريكية زادت حالات الوفاء وبعديها إيطاليا 753 في اليوم البرازيل 712 نروح معلش الأمريكا وإحنا زي ما كنا بنقول المشاهدين ندخل على أمريكا معلش نفسها وإحنا كنا زي ما بنقول حضراتكم أنه لما تزيد حالات الوفاء هنا عندي القلق فهنشوف مع حضراتكم دلوقتي تطورات الحالات الوفاء الزيادة في الولايات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية عشان برضو إحنا بنقول كلنا نخلي بالنا بالنسبة للنيو ديس كيس معلش زملنا نشوف النيو ديس كيس فين دلوقتي عندنا في إلينوي 151 لأن إلينوي برضو كانت أكتر ولاية من حيث زيادة الأعداد لما الأعداد بتزيد معناها أنه هيكون معاها برضو زيادة في الوفيات تاني ولاية بنسلفانيا تالت ولاية في لوريدا ونشوف برضو الحالات الجديدة لسه زي ما هي إلينوي بتالي أو الوحدة ويسكنسون تاني ولاية من عدد الحالات اليومية في لوريدا احنا بنتكلم على 8,900 في إلينوي 7,900 ويسكنسون وفي لوريدا بنسلفانيا 6,400 وميتشيجن 6,200 وإنديانا والأمور برضو يمكن كاليفورنيا جاية نمرى 11 بالنسبة للحالات لكن عموما ممكن نشوف الكيرف اللي بيبقى في الآخر من تحت شوية كده زملنا عشان برضو نوري حضراتكم إنه الموضوع فيه ننزل كمان شوية الارتفاع شايفين الارتفاع شاكله إيه في الديلي وشايفين اليوم ده اللي كانت في 187,000 كيس ده كان يوم كام يوم 13 نوفمبر بصوا الحالات شايفين الكيرف طلع إزاي يعني المعدلات اللي احنا فيها دلوقتي شايفين إبريل وجون وجولاي والفترة دي شايفين كانت إيه وأوجست إحنا دلوقتي أكتر بكتير وفي كل العالم كده نشوف معلش الكيرف بتاع الوفيات الجديدة الحالات الوفيات برضو الديلي هنلاقي برضو حضراتكم إنه زي ما انتوا شايفين كنا بنقول لو الدنيا ما ارتفعتش نبقى إحنا تمام لكن الوفيات لكن برضو الحمد لله إنه زي ما شايفين كده زملنا بيشاول لكم على إبريل كأعلى حالات وفيات فنشكر ربنا ده النتيجة طبعا لإنه خلاص الديكاتر أخدوا خبرة كويسة بس برضو كون الحالات بدأت ترتفع تاني إحنا كده عندنا شوية ألأ الصحة العالمية بتقول إن الولايات المتحدة رصدت أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال الإسبوع الماضي متخيلين يعني مليون في سبوع إحنا شفنا التطورات بتاعت الحالات اليومية كانت كام ألف كل يوم مية وستين ألف مية وتمانين ألف حسب جونز هابكنز إحنا هنا بنوريكم الورلد ميتر لكن جونز هابكنز بيبقى له برضو بيانات يمكن مختلفة شوية بالنسبة لمنطقة الأمريكيتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي نحو واحد ونصف مليون إصابة تسعتاشر ألف وفاية جديدة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الأعلى زي ما قلنا من ناحية عدد الإصابات وأيضا عدد حالات الوفاة بالنسبة لبردو يعني على الجانب أمور اللي تم إجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية وهو موضوع أول اختبار سريع لكوفيد ناينتين يستخدم في حالات التوارئ ويمكن إجراؤه بشكل ذاتي في المنازل وده في وقت تتزايد فيه الكيود في بعض الولايات بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس إدارة الغذاء والدواء الاف دي اي وفقت على أنه يكون فيه الاختبار لمن هم بعمر 14 وما فوق واللي بيشتبه طبيبهم بأنه هم مصابين بكوفيد أنه هم يقدروا يعملوا الاختبار ده بأنه يتكتب لهم الوصفة الطبية ويوصل لهم البيت ويعملوا في البيت والحقيقة أنه دي برضو حاجة كويسة جدا واللقاح السريع ده من إنتاج شركة لوسيرا هالس وبيسمح بجامع عينات من الأنف في المنزل بوسطة مسحة مرفقة بتوضع فيما بعد في عبوة صغيرة يعني في بعض الأماكن على فكرة اللي كان الناس بتروحها لشان تعمل الاختبار ده في بعض الأماكن كان الشخص نفسه هو اللي يدخل المسحة أو الحاجة اللي أنت بتاخد بها المسحة في الأنف وكان ممكن يدها لك أنت دخلها بنفسك فدي بقى اللي هيحصل في البيت وأنه النتيجة بتبان في غضون 30 دقيقة وتم تصميم الاختبار لتبلغ خلفته أقل من 50 دولار فدي برضو حاجة متطورة بحيث أنه ما يبقاش فيه انتظار كتير عشان كل مبتدى يتعرف البادري أنه فيه كورونا ويتم العزل كل ده ما يساعد طبعا أنه الحالات ما تنتشرش بالنسبة لآخر تطورات لقاحات فيروس كورونا النهاردة فايزر وبايون تيك فيه منافسة ما بين فايزر طبعا وبايون تيك وموديرنا موديرنا كانت من كم يوم اعلنت أن نسبة فعالية لقاحهم 95% أو من يومين بالظبط رح تجات النهاردة فايزر وبايون تيك قالوا يا جماعة احنا عندنا نسبة جديدة عندنا برضو 95% فعالية ودلوقتي المنافسة دي الحقيقة منافسة شريفة يعني ما فيش مشكلة خالص كلها في مصلحتنا جميعا بإذن الله فالحقيقة النهاردة فايزر أعلنت عن تفاصيل كل الدراسة بالتفاصيل بحوالي فيه عندهم 43 ألف كانوا متطوع في 6 دول وبرضو تكلموا عن الفعالية تكلموا عن الأعمار المختلفة الحقيقة هو سيف أو آمن لأعمار مختلفة كمان فوق 65 سنة هم كانوا بس تقالوا أنه دخل في الدراسة مؤخرا كان الأطفال اللي هم أقل من 12 سنة وبيحاولوا يشوفوا الموضوع ده لغاية دلوقتي ما فيش أي كلام عن أي إعراض جانبية خطيرة الأمور كلها بتتراوح ما بين شوية صداع شوية إحساس كده بدوخة أو حاجة زي كده بسيطة والحمد لله يعني كده نقدر نقول عندنا اتنين شركات دلوقتي بالنسبة للقاح اللي هو بنفس التقنية بتاعت أنه بيحفز الخلايا نفسها أن هي اللي تعمل خلايا جسمين أن هي اللي تعمل أجسام مضادة والتي سيلز أو الخلايا التائية أن هي تتعرف على الفيروس وبالتالي تقدر تقومه قبل ما يتمكن من جسم الإنسان وبالنسبة برضو لموضوع اللقاح بالنسبة لشركة فايزر هيتم توزيعه على أربع ولايات وقالوا أنهم يعني على بال آخر السنة هيكون حوالي حاجة 150 مليون أو 50 مليون مش فاكرة العدد بالضبط اللي هيكون تم إنتاجه من جرعات اللقاح وفيه برضو كمان الحقيقة تصرحات لمنظمة الصحة العالمية برضو بتتكلم عن أنه كل ده أمور واعدة بالنسبة لأن احنا عندنا مديرنا وعندنا اللقاح الخاص وفيه فروق بسيطة ما بينهم أو يمكن من ناحية الحفظ فخلينا نشوف هذا التقرير مع حضراتكم ونكمل برضو بالنسبة للأمور الواعدة واللي استقبلتها من نظمة الصحة بنوع من أنواع طبعا السعادة والإتمانات تستمر المنافسة بين شركات الأبحاث والأدوية العالمية العملاقة من أجل التوصل إلى لقاح فعال فيروس كوفيد-19 وما إن سارع الدول العالم إلى حجز ملايين الجرعات بعد أعلان شركتي بفايزر يونتك الأمريكية الألمانية عن لقاح فعال بنسبة 90% وتأكيد روسيا أن فعالية لقاحها بلغت 92% حتى خرجت شركة موديرن الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية بإعلان يؤكد أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة تخطط 94% فكرة أن اللقاح سيكون فعالا هو خبر صار لكننا مزن بحاجة إلى إكمال الدراسة للحصول على المزيد من البيانات وكالة الأدوية السويسرية بدأت مراجعة اللقاح الجديد المرشح للوقاية من الفيروس وفي حال ثبتت فعاليته وصدقت عليه الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء سيعتبر إنجازا علميا ليس فقط من حيث الفعالية ولكن أيضا من حيث السرعة ورغم ذلك أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن طريق القضاء على الفيروس ما تزال طويلة وأن اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء اللقاح بحد ذاته لن يقضي على الوباء يجب أن تستمر المراقبة وسيظل الناس بحاجة إلى إجراء الفحوص والعزل والمعالجة وسيظل الأفراد بحاجة إلى تواخي الحذر لا يزال طريق القضاء على الفيروس طويلا وكما أن للعديد من اللقاحات بعض الأثار الجانبية المختلفة كان التعب والألم في العضلات والأحميرار حول موضع الحقنة من أبرز أعراض لقاح شركة موديرنا بعد تلقي الجرعة الثانية زي ما شفتوا يا جماعة وإحنا تكلمنا في الموضوع ده وكان معنا دكتور سامت ياس قلنا أنه موضوع أن الناس بدأت تأخذ اللقاح مش نهاية المطاف لسه هنقعد فترة شهرين وشوية ودول مش كافين إن إحنا نعرف إحنا اللقاح ده دلوقتي فيه طبعا فروق ما بين لقاح موديرنا وما بين لقاح فايزر فايزر بيتخذ الجرعة اليوم الأول وبعد في اليوم اللي 22 بتتخذوا الجرعة التانية هما الاتنين بيتخذ جرعتين حفظه بيكون في درجة حرارة minus 70 فبالتالي دي مشكلة كبيرة بالنسبة لنقله وإن هو برضه ما ينفعش إن هو يعيش لو طلع بره غير لفترة بسيطة جدا بره الكنتينر أو الإناء اللي محفوظ فيه لكن على الجانب الآخر موديرنا بيقدر يتحفز في درجة حرارة minus 20 فهو عشان كده واعد أكتر في نفس الوقت الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والتانية 28 يوم مش 22 يوم بس بصراحة موديرنا زي ما بنقول لحضراتكم فيه أمل كبير بالنسبة للأسعار أعتقد السعر المطروح بالنسبة للقاح شركة فايزر حوالي 20 دولار بالنسبة للقاح موديرنا غالبا 27 يعني في النهاية طبعا هم بيتكلموا من ناحية الأسعار بالنسبة للدول النامية أو الدول الفقيرة ولكن فيه كوفافاكس أو حاجة زي كده ده مشروع تابع منظمة الصحة العالمية ده بيضمن إنه يتم توزيع عادل لكل الدول بالنسبة لكل الدول يعني كل الناس في كل العالم إن شاء الله فبالتالي إنه ده كان زي ما أنتم شايفينه قدام حضراتكم ده نوع كان من المقارنة كان ما بين اللقاحين لكن فكرة العمل اللي بتشتغل بيهم هما الاتنين بواحدة اللي هو البروتين يعني اللي بيعتمد على البروتين وبيعتمد على إنه الجسم نفسه هو اللي بيتحفز علشان خاطر إنه ينتج الأجسام المضادة وبالتالي اللي برضو الخلايا اللي هي هيبدأ الجهاز المناعي بإنتاج جهازنا إحنا يعني الجهاز بتاع الإنسان نفسه المريض هيبتدي ينتج الأجسام المضادة فعندنا نقطتين قد إيه فعال قد إيه هيعمل وقاية لمدة قد إيه لغاية دلوقتي زي ما حضراتكم الكل بيقول ما احناش عارفين لمدة قد إيه يعني هاخد جرعة تاني إمتى هل هحتاج جرعة تالتة ولا مش هحتاج جرعة تالتة هيضمن لي الوقاية لغاية مثلا سنة سنة ونص ولا إيه بعد ما هناخد اللقاحات المفروض هيبقى فيه متابعة وبرضو في البداية هيكون طبعا زي ما بقولت لحضراتكم اللقاح هيتاخد في الأول بالنسبة للناس اللي هم العاملين في المجال الصحي كلهم أولهم اللي هم بتعاملوا مع الفيروس نفسه بعد كده البقية اللي في الصحة وبعدين هيكون فيه الكبار السن واللي هم عندهم مشاكل في بعض الأعراض الجديدة اللي تكلموا عنها بالنسبة الفيروس كورونا الحقيقة وإحنا يعني في إطار اللقاح لقينا بيتقلك إنه مريض السكر أو المريض حتى يعني ما بيكونش عنده سكر قوي أو بوردر لاين كده للسكر بيزيد السكر عنده بشكل كبير جدا مع وجود هذا الفيروس برضو أعراض التعب والإرهاق والكلام ده كله شافوها بشكل كبير جدا وما بقتش حكاية إنه فقدان حسة الشم والتزوق بس هي اللي ممكن تديك الفكرة لكن أحيانا بيكون فيه زي ما قولنا أمور تانية طيب إحنا عندنا لقاحين دول فايزر وموديرنا هل في لقاحات تانية؟ آه الصين كانت قالت إن هي في دراسة خاصة بلقاح اسمه كورونفاك أو كورونافاك واللقاح ده قالوا إنه هو شركة اسمها سيونفاك بياتيك الصينية بيقولوا إنه هو برضو بيعمل استجابة مناعة كبيرة جدا والفريق العامل على تطوير هذا تقرير في مجلة زالانسة الطبية المعروفة واستندوا لنتاج المرحلتين والأولى والتانية من الاختبارات السريرية اللي أجريت في الصين واللي شملت أكتر من سبعمائة مشارك وبرضو كيونا بنتكلم برضو على الأمور الخاصة كمان اللي هي أو اللقاحات التانية عندنا لقاح جونسونان جونسون عندنا اللقاح طبعا بتاع جامعة أكسفورد مع أسترزينيكا وكل دول يعني إحنا زي ما اتفقنا على بالأخر السنة وأوائل السنة الجاية هيكون في هذه اللقاحات كلها المتعددة موجودة لكن كورونا مش هنبتدي بقى نقل على المسكات ونعمل التجمعات ونعيش الحياة العادية غير يمكن بعد نص السنة اللي جاية فربنا يسهل بالنسبة لمصر الحقيقة مصر سجلت 275 حالة إيجابية بفيروس كورونا و16 حالة وفاة وصلت الأعداد ده الغاية مبارح 111 284 حالات الإصابة وحالات الوفاس 6480 برضو في مصر بدأنا نلاقي أنه في تحذيرات رئيس الوزراء بيقول يا جماعة يا مصريين الموجة التانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة فلو سمحتوا خلوا بالكم عندنا الفترة اللي فاتت كان محمد صلاح كان فيه اتنين مسحات طلعوا إيجابية المسحة الثالثة برضو طلعت إيجابية فبرضو لسه مستمر ولكنه الحم من الناس المحظوظين اللي هو ما فيش تقريبا أعراض كان برضو وصيب محمد أنني برضو بفيروس كورونا وكان موضوع أنه كان فيه الفريق الكرة اللي كان المنتخب الوطني للكرة القدم لما كان متوجه إلى توجو كان برضو قالوا أنه فيه إصابة أحد موظفي مصر للطيران اللي كان مسافر على رحلة المنتخب ولكن بقى البعثة كلهم نتيجتهم طلعت سلبية ربنا يا ربي يمد إيده ويشفي الجميع برضو على الجانب الآخر بنسمع عن وفيات وفيات في أطباء في مصر ووفاة برضو مدير مدرسة بكفر الشيخ متأثر بفيروس كورونا يعني الموضوع موجود يا جماعة في مصر برضو عملوا حاجة كويسة قوي المترو خصص شرطة سرية لمنع دخول الركاب بدون كمامة يا جماعة لاستهونوش بالموضوع ده صدقوني الكمامة من أهم بالحاجات حاليا بالنسبة لموضوع سبت كده موضوع أنك تلبس الماسك أو الكمامة وخصوصا في الأماكن العامة بتحمي نفسك وتحمي الآخرين فمن فضلكم نلتزم كلنا في كل دول العالم بالموضوع ده التباعد الاجتماعي وفي نفس الوقت تغسيل الإيد بشكل كويس قوي ونراعي وإحنا برا أن احنا ما ممدش إدينا على وشنا ولا عن دعنينا ربنا يحمي الجميع يا رب وبنتمنى حضراتكم بس تلتزموا وإن شاء الله اللقاحات تجيب نتيجة كويسة ونقترب من نهاية هذا الكابوس وباء كورونا متابعين معاكم موضوع الانتخابات الأمريكية 2020 والحقيقة أنتم عارفين طبعا أنه لغاية دلوقتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته ولا بفوز جو بايدن ومازالت حملة الرئيس ترامب بتطعن في نزاهة الانتخابات أو في أنه هناك تزوير كان في بعض المقاطعات ولكن لقينا أنه كان من سكاي نيوز قالولنا خبر الحقيقة إحنا طبعا برضو اليومين دول شوية كده في المواقع زي السي إن إن والجزيرة وبيتنقل عن مواقع العربية دي شوية أخبار كده نقلين عن السي إن برضو الأمريكاني شوية ما بتبقاش يعني دقيقة وزي ما احنا عارفين من الأول أنه أغلبية وسائل الإعلام مؤيدة لبايدن وضد الرئيس الحالي دونالد ترامب ففي مقاطعة أكبر مقاطعات ميتشيجن بيقولوا إن هي قالوا كلمتهم وأكدوا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب كانت قد تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميتشيجن اللي بيصل عدد من دوبيها بالمجمع الانتخابي إلى 16 وقالت إن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية ووفقا لشبكة CNN عشان كده بقول لكم إنه لما بقول أخبار من CNN تفهموا حضراتكم إنه في احتمال ما تكونش دقيقة الله أعلم هو قالوا إن مجلس إدارة مقاطعة وين في وقت سابق قالوا إن احنا وصلنا لطريق مسدود بشأن التصديق على الانتخابات ومع تصويت 2 من الديمقراطيين التصديق و2 من الجمهوريين ضده والرئيس دونالد ترامب مازال أيضا ينشر تغريدات على حسابه بتويتر أشاد فيها بأعضاء الحزب الجمهوري بمجلس فرز الأصوات لشجعتهم وقام بنشر مزاعم حول تزوير واسع النطاق للناخبين وقال إن المسؤولين في الولاية يجب أن يعيدوا ميتشيجن إلى الرئيس ترامب إلى ترامب يعني في الأيام اللي فاتت كان فيه مسؤول كبير في الولايات المتحدة الأمريكية والحقيقة هو كان مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كرابس وكان قال إنه ما فيش أي تزوير وإنه هذه الانتخابات تمتعت بنزاهة شديدة جدا أقاله الرئيس ترامب إمبارح هذا المسؤول لإنه يعتبر إنه هو يعني لم يوافقه على أمور التزوير في تعقيد للمشهد السياسي الأمريكي قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات وذلك في تغريدة على تويتر أكد فيها أن البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقا إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق وهو ما فسره مراقبون برفض ترامب للإقرار بهزيمته في الانتخابات حتى الآن ما قد يعقد الفترة الانتقالية أمام جو بايدن الذي من المفترض أن يتسلم مهامه في يناير عام 2021 وبالتزامن رفضت المحكمة العليا في بنسلفينيا دعوة قضائية رفعها مقر حملة ترامب مفادها أن فيلادلفيا حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات اعتبرت المحكمة أحكم لجنة الانتخابات معقولة لأنها نفذت قانون الانتخابات دون أي تجاوزات يأتي هذا فيما بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين أعضاء فريقه في البيت الأبيض في محاولة منه للبدء بالتعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي تعتبران الأسوأ في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية في محاولة منه بحسب المراقبين لتحرك في تعيينات وظائف رئيسية أخرى لتدارك الوقت رفض ترامب الإقرار بهزيمته ألقى بظلاله على تصريحات بايدن الذي حذر من أن عدم التنسيق بين الإدارتين قد يفاقم أزمة كورونا مؤكدا أن فريق إدارة ترامب استبعد فريقه عن المعلومات التي ستكون ضرورية لتولي الرئاسة في أوائل العام المقبل منتقدا ترامب لأنه يضعف قدرته على البدء بحسب تعبيره أيضا نشر خبر أن السكرتير ولاية جورجيا بيقول أنه تعرضت لضغوط لإبطال أصوات صحيحة والحياة والخبر بيقول أنه كان سؤال الحقيقة من لينسي جراهام بيسأله بيقوله هل ممكن يكون فيه رفض قبول أصوات صحيحة سكرتير الولاية فسروا بأنه لينسي جراهام بيقوله إبطال أصوات صحيحة والحقيقة طبعا عمره ما يكون ده كلام صحيح أيضا حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب بتستكبل المعركة القضائية في بنسلفينيا للمنع التصديق على نتيجة الانتخابات ولا تزال جلسة الاستماع بشأن الدعوة القضائية الفيدرالية الخاصة بحملة الرئيس دونالد ترامب والتي تسعى لمنع مسؤولي بنسلفينيا من التصديق على نتائج التصويت الجلسة الاستماع ماضية في طريقها بعد رفض القاضي طلب المحامي الجديد للحملة بالتأجيل وطالب قاضي المقاطعة الوسطى الأمريكية ماتيو بران محامه دونالد ترامب ومسؤولي المقاطعة والانتخابات في الولاية بالحضور والاستعداد للنقاش والاستجواب في إحدى المحاكم الفيدرالية أيضا هناك جدل كبير أو كلام كبير عن موضوع فيسبوك وتويتر فالحقيقة أنه فيسبوك وتويتر كل ما بتلاقوا تغريدة للرئيس الحالي دونالد ترامب بيكتبوا على طول أمور ليها علاقة بأنه أو يقولوا أن الموضوع ده فيك نيوز أو دي أخبار مش صحيحة يقولوا أن الرئيس الحالي هو خلاص جو بايدن والحقيقة أنه بناءا على هذا الأمر مسؤولة مدراء فيسبوك وتويتر بسبب موضوع كمان الانتخابات أمام مجلس الشيوخ جلسة استماع تانية وكان برضو المدراء سواء مدير مؤسسة شركة فيسبوك وتويتر كانوا الحقيقة أنه هما جلسة الاستماع من خلال الكاميرا والمفروض أنه هما بيردوا على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اللي بيسيطر عليه الجمهوريين واللجنة قالت أن حضورهما حضورهما طوعي والجلسة بيناقش فيها إدارة انتخابات العام 2020 من قبل المنصات وما يسميه رئيس اللجنة لينسي جراهام الرقابة وحسف مقالات صحفية وبرضو تم التطرق إلى قرار الشبكتين الحد من انتشار مقالات لصحيفة نيويورك بوست المحافظة والتي تؤكد أنها كانت تملك أدلة حول قضية فساد يتورط فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن قبل أسبوعين من الإقتراع الرئاسي دونالد ترامب بيتهم وحلفائه بيتهم بانتظام أو باستمرار شبكات التواصل الاجتماعي بفرد رقابة على الأصوات المحافظة بيقال أنه ممعوش دقادلة ولكن هناك طبعا فعلا تقييد على أي حاجة بتتكتب من قبل الحزب الجمهوري ومناصري الرئيس الحالي دونالد ترامب وده اللي خلاهم يروحوا لمنصات أخرى ويتركوا فيسبوك وتويتر يمكن زي ما قلنا لحضراتكم الفترة اللي فاتت وفيسبوك وتويتر بيواجهوا الحقيقة صعوبات في التصدي للتضديل الإعلامي والمضامين اللي بتطرح مشكلة مع المحافظة على هدفها المعلن بإتاحة الفرصة للجميع بالتعبير عن أنفسهم فهم كده واخدين اتجاه ده بيتعارض مع فكرة أنه يكون للجميع الفرصة في التعبير عن الرأي ودخل برضو كمان كامالا هاريس كامالا هاريس دخلت على الخط وقالت أنه فيسبوك حجب مشاركات عنصرية كانت بتستهدف كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب الحالي جو بايدن وكانت بتقول أنه شبكة التواصل أزالت عدة محتويات كانت حوالي تسعين في المية من خطاب الكراهية قبل الإبلاغ عنه وبتقول أنه على الرغم من الصفحات من أن الصفحات هي مواقع بيوجرا فيها توجيه خطاب الكراهية بانتظام إلى نائبة الرئيس فيسبوك قالت أنها لن تتخذ أي إجراء بشأن المجموعات نفسها يعني هما شالوا التغريدات أو شالوا البسطات اللي ليها علاقة بين نوع من أنواع الهجومة والكراهية نحو كامالة هاريس ولكن الصفحات دي والمجموعات دي نفسها مازالت موجودة والحقيقة دا مدايق كامالة وبتقول أنه كان مفروض أنه الجروبات دي نفسها تتشال الحقيقة برضو في إطار المتابعة بالنسبة لموضوع الإدارة الأمريكية الحالية إيه اللي بتعمله فالحقيقة أنه إدارة ترامب أعلنت تخفيض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إمتى المفروض لو ما فيش يعني لم تكرر المحكمة والإجراءات اللي بتخذ اللي بيتخذها الرئيس الحالي دونالد ترامب وحملته ومحاميه في أنه هو هو الفايز بالانتخابات فالمفروض تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن هيكون يوم 20 يناير إدارة ترامب بقى قالت أنه هيتم تخفيض المفروض تسليم الحكم للإدارة الجديدة وبعد ما تم الإعلان عن هذا القرار أتت ردود فعل الحقيقة بتحذر ومنهم تحذرات من زعيم الأغلبية في الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكانل ووزير الدفاع المقال مارك إسبر وبيقولوا أنه هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من العنف في البلدين اللي هم العراق وأفغانستان وبرضو كانت حلف النيتو علق والحقيقة كان فيه نوع من أنواع التخوف وأنه كله كان بيقول بصراحة يعني إحنا مش معها أنه يعني يكون فيه سحب مبكر للقوات الأمريكية سواء من العراق أو من من أفغانستان نأتي بالنسبة لموضوع تسليم السلطة الحقيقة ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده أنه فيه سؤال بومبيو بالنسبة لموضوع تسليم السلطة بومبيو وزير الخارجية الحالي للحكومة الحالية رئيس ترامب فكان بيقول لما الصحفين سألوا قال لهم هيكون فيه تسليم سلطة سالس من إدارة ترامب الأولى إلى إدارة ترامب الثانية ولكن كبير السيناتورات الجمهوريين قال سنضمن انتقال منظم للسلطة وسحب القوات من العراق وأفغانستان سيكون خطأ وبالتالي موضوع أنه تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكانل بضمان الانتقال المنظم للسلطة إلى الإدارة الجديدة في يناير القادم دون ذكر اسم الفائز في انتخابات الرئاسة قال مكانل في أثناء مؤتمر صحفي عقدة بالأمس السلساء ردا على سؤال بشأن رفض إدارة الخدمات العامة الجي أس إي الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قال لا سيكون لدينا انتقال منظم من هذه الإدارة إلى القادمة كل ما نتحدث عنه الآن لقيمة له سيحصل كل شيء في الموعد المحدد وسنؤدي القسم للإدارة الجديدة في 20 يناير يعني المفروض أنه 20 يناير هو التاريخ الفاصل بالنسبة لنا لكن لو الناس بتسأل برضو بفكركم الإعلان الرسمي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لفوز من هو الفائز في الانتخابات الأمريكية بيكون يوم 14 ديسمبر هل 14 ديسمبر هنكون عرفنا والدنيا رسيت خلاص ولا لا يعني نتمنى وأنه من 14 ديسمبر برضو ممكن الأمر يطول إلى 20 يناير بالنسبة ل أيضا يمكن هنروح لخبر آخر مهم جدا وكان النهاردة في وسائل إعلام كلها منذ الصباح وهو موضوع اللقاء اللي تم ما بين وزير خارجية البحرين وأيضا نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي وزير خارجية البحرين وصل إلى تل أبيب اليوم ليفتح صفحة السلام بالنسبة لأنه هذه المباحثات السلاثية بتعتبر بعد مصادقة الكنيسة على اتفاقيات عودة العلاقات وكان كلهم وصلوا النهاردة في إطار المزيد من المفاوضات والمباحثات بالنسبة لبعض التطبيع اللي تم إعلانه ما بين البحرين وإسرائيل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياتي قال أكد أنه نقل طلبا رسميا لفتح السفارة لدى إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح السفارة في العاصمة البحرانية المنامة أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي قال عقب لقائه مناظره البحريني أن احنا اتفقنا على فتح السفارات متبادلة وأيضا كان بالنسبة برضو في المؤتمر الصحفي كان هناك تأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية أيضا ما بين البحرين وما بين إسرائيل فدي حاجة كانت من الأمور المهمة جدا بفكر حضراتكم أنه أيضا بإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب ومايك بومبيو أيضا وزير خارجيته يعتبر في إطار الاستمرار بالنسبة لدعم إسرائيل ودعم العلاقات الإسرائيلية الخارجية من حيث التطبيع كل ده ضد إيران وعشان كده لقينا في خبر كان النهاردة نشرة عن عقوبات جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن هناك عقوبات جديدة شملت مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وأيضا عقوبات على وزير الأمن والمخابرات لإيران محمود علوي وتأتي هذه العقوبات في استمرار النهج المطبق بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته مايكو بومبيو بالنسبة للضغوط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ووزير الخارجية قال على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوبتنا الحياة يأتي هذا الأمر أيضا في إطار تساؤل هل إذا جاءت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن هل سيعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني اللي كان مبرم عام 2015 ولا لا يا ترى لكن هناك كثير من إصراحات الحقيقة وبعد هذا يعني هذه التغيرات وأنه بالفعل إيران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني أنه هيكون من الصعب جدا أنه يكون العودة لنفس الاتفاقية أو يعني لنفس الاتفاق النووي اللي كان 2015 لو عاد وجاءت إدارة جو بايدن هيكون موضوع مختلف النهاردة برضو بشكل مفاجئ سمعنا عن أنه فيه كمة سلاسية جمعت قادة الإمارات والبحرين والأردن في أبو زبي لم يكن معلن عنها من قبل ولكن البيان السلاسي كان بيقول أنه هما بيدفعوا برضو عن القضية الفلسطينية وكان برضو كمان بيتقال أنه العلاقات طبعا توطيد للعلاقات ولكن هناك محللين قالوا أنه هذه الكمة السلاسية اللي جمعت رؤساء الدول السلاسة كانت بتتقال أنه لها علاقة بالجزء الخاص الحقيقة بمنقشة الأمور والتطورات في المنطقة لو الرئيس المنتخب جو بايدن تقلد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إذن كانت القمة فيها جامعة محمد بن زيد النهيان وليعاد أبو زبي العاهل البحرين الملك حمد بن عيسى وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وكانت قمة سلاسية في أبو زبي بالنسبة للسلطة الفلسطينية أعادت سفيريها إلى الإمارات والبحرين والحقيقة هناك كلام كتير يومين دول أو تصرحات فلسطينية أنه هيكون في عودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والرئيس نتنياهو كان بيقول نحن نبني جسر رئيس الوزراء عفو الإسرائيلي نتنياهو كان بيقول نحن نبني جسرا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا وأيضا ده برضو جه مع إعلان الإسرائيل عن بناء مشروع استيطاني جديد لعزل القسط عن محيطها الفلسطيني برضو يأتي هذا الأمر في إطار مفاوضات ومحدثات للمصالحة ما بين حماس وفتح يعني ده يمكن باختصار كده اللي بيحصل بالنسبة الأمور الخاصة بالقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أعلنت أن هناك تنسيق أمني مع إسرائيل بعد أعلان تل قبيب استعدادها الالتزام بالاتفاقيات عندنا برضو كان في قتلة في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية داخل سوريا وكانت سوريا بيقولوا أنه راح ضحية هذه الغارات تلاتة من الجنود الإسرائيليين لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان بيقول أن هناك إسرائيل إسرائيل بتقول أنها شنت هذه الغارات بعد أن اكتشفت الغام كانت موضوعة على الحدود مع إسرائيل على الحدود السورية مع إسرائيل بالنسبة برضو كان فيه هجوم ساروخي استهدف السفارة الأمريكية في العراق ويعادت مرة أخرى الهجمات الساروخية وبيكون هناك اتهام للفصائل اللي هي ليها علاقة أو المدعومة من إيران كمان كان العراق والسعودية أعلن فتح منفذ عرعر الحدودي بعد أن كان مغلق لنحو 30 عام برضو موضوع إقليم تجراي الحقيقة ما زالت لغاية دلوقتي الصراعات في هذا الإقليم الإقليم المفروض أنه كان ليه حكم ذاتي ومن وقت ما كان فيه عمله انتخابات والحكومة حكومة أبي أحمد في أسيوبيا اعترضت على هذه الانتخابات وقالت أن هما مش هيعتدوا بنا تأجها من هنا بدأ الصراع على هذا الإقليم وبدأ أن هناك فيه قوات موجودة في الإقليم وبدأت قوات من الجيش الأسيوبي تحارب هذه القوات في إقليم تجراي والحقيقة أن الرئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد قال أن أنا صدرت أوامر لقوات دفاعنا تحت قيادة مركز القيادة لإنقاذ البلاد وأن الجابهة الشعبية لتحرير تجراي هجمت معسكر للدفاع الوطني في النهاية الأزمة الحقيقة تفقمت وحصل هجرة كتير جدا من الأسيوبيين الموجودين في هذا الإقليم راحوا على السودان وعلى الحدود السودانية كانت الأمور صعبة جدا برضو القوات الموجودة في تجراي كانت ضربت مطار في إيرتريا وكده إيرتريا دخلت على الخط والموضوع طبعا صعب جدا وإلى الآن لم يتم حسمه برضو الموضوع الآخر يمكن اللي هو كان موجود على الساحة هو موضوع الجزء الخاص بالأمر اللي هو أزربيجان برضو وأرمينيا والبرلمان كان فيه برضو بيقال أنه البرلمان التركي أقرى مذكرة رئاسية تسمح بنشر قوات في الإقليم ورئيس أزربيجان يزور إقليم ناجورنو كارباخ والرئيس الروسي فلاديمير بوتن قال أن اتفاق السلام بيسمح بتطبيع إداء برضو موضوع تاني جبهة البوليساريو والأمور اللي هي بالنسبة للصراع مع المغرب فأصدر زعيم جبهة البوليساريو مرسوم يقضي بإنهاء الالتزام بالتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 مع المغرب وده برضو بالنسبة لمنطقة تانية متنازعة عليها هي منطقة الصحراء الغربية هنشوف برضو كان فيه تبادل لإطلاق النار ما بين البوليساريو والمغرب تنظيم داعش تبنى هجوم في بوركينا فاسو أو ده بحياة 14 جندي تنظيم داعش للأسف الشديد مازال موجود وبيقوم ببعض الأحداث الإرهابية هنروح لأخبار الحقيقة مصر يمكن برضو قبل أخبار مصري كان فيه أبو محمد المصري كان تم تأكيد اغتياله من بالنسبة من مصادر أمريكية ولكن التنظيم نفسه ما أعلنش تنظيم القاعدة لم يعلن عن هذا الاستهداف إلى الآن وأبو محمد المصري كان قبل كده مطروح مكافأة قدروها 10 ملايين دولار لما نيودلي المعلومات عنه هنروح لأخبار مصر زي ما قلت لحضراتكم الحقيقة أنه النهاردة كان فيه حادث طريق الحادث ده كان فيه انقلاب أوتوبيس تابع لأحدى المدارس وكان الصبح النهاردة بتوقيت القاهرة والحمد والحمد لله يعني الأولاد يعني 17 تلميذ أصيبوا بينهم ثلاثة يعني السواق واثنين مشرفوا البس يعني الطلاب وزي ما انتم شايفين الفيديو هو كان خبط في عمود نور لكن الحقيقة يعني الحمد لله انه زي ما قلت لحضراتكم إصابات الأطفال أو التلاميذ إصابات بسيطة نشكر ربنا وتم معالجة بعضهم في مكان الحادث نفسه والبقين كانوا نقلوا لمستشفيات دخول أوتوبيس الهرم كان في عمود إنارة هو اللي سبب الحادث وإصابات الطلاب الحمد لله زي ما قلت لكم بسيطة لكن هناك قصة الحقيقة شغلت كل مواقع التواصل الاجتماعي للبطل الشهيد ياسر عصر بطل لم يخشى الموت مقابل إنقاذ المصريين هذا البطل الحقيقة كان بطولته داخل القطار 1551 عام 2016 وكانت هناك بطولة أخرى وأنقذ أيضا مترو من ناس كتير من اللي كانوا في المترو من حريق ولكنه استشهد استشهد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جراء سقوتي على رأسه حين كان يمر على إحدى هوايات محطات المترو بالخط التاني على إسر اندلاح حريق بمحطة مصرة بالكاهرة هذا البطل هو اللي نجح في التصدي للنيران اللي كانت اندلعت في الكطار رقم 1551 القاهرة تنطع ب2016 وقتها كان برد بتعقيد وكان بيتقلد منصب مأمور قسم الضواحي بمحطة مصر وبعد هذا الحادث لقبه المصريين بالبطل لأنه أنقذ المئات قبل وصول النيران لباقي عربات الكطار حيث شرع يمسك طفاية حريق الإخماد النيران ونجحت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وقاتى هذا الحادث اللي راح ضحيته واستشهد فيه برضو إنقاذ كثير من أرواح المواطنين وهناك مطالب كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إن يطلق اسمه على واحدة من محطات المترو حاجة برضو كانت صعبة جدا صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي راضيح حديث الولادة مازال حيا وكان ملقى تحت عجلات قدام عجلة عربية يعني لو ما كانش صعب العربية ده أخذ باله كان ممكن يعني حاجة طبعا ربنا يرحمنا من الموضوع ده والواحد مش عارف أي أم إن هي ممكن تعمل هذا الأمر برضو طبيب الشرقية المتهم بالتحرش بفتاة الميكروبوس كان قاله إنه خلق سبيله بكفالة ألفين جنيه ولكن النيابة كانت طعنت على الخبر ده على القرار ده واستمرار استمرار حبسه برضو مصر ترفض تدخل الخارجية الفرنسية في شأنها الداخلية وده كان تأكيد الحقيقة من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء تعقيباً على البيان الصحفي اللي كان صادر من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن وقعت القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية لحقوق الشخصية وإنه ده كان بالفعل تم الإعلان عنه من قبل يورو نيوز مبارح وجات النهار ده فرنسا اعترضت والحقيقة أعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعي عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في دوق أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 فأما سد النهضة الحقيقة فتم الإعلان عن أنه هيكون الخميس إن شاء الله غدا اجتماعاً سوداسياً بحضور وزراء الرأي والخارجية من كل من مصر والسودان وأسيوبيا بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبول التوصل أو الوصول لقالية لاستقناف المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل لاتفاق مل وتشغيل ملزم القانوناً لسد النهضة الأسيوبي طبعاً آخر حاجة كان تصريح الرئيس ترامب إن من حق مصر أنها تضرب السد ومن وقتها ومحاولات كبيرة جداً وانضمام السودان لموقف مصر القوي بحيث أنه وأسيوبيا توافق على يعني مفاوضات وبنود بالنسبة لموضوع المل والتشغيل بيكون إنه يكون اتفاق ملزم ونتمنى إن شاء الله إن إحنا نوصل لنتيجة الرئيس السيسي أيضاً حضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد وأكد السيسي أن قوات المسلحة تنطقي رجالها من بين ألاف المتقدمين وذلك بتباع أرقى الأسليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية والنزاحة وزير السياحة قال إن المتحف المصري هيظل الأكبر والأشهر لمجموعات الأثار المصرية ده كان تصريح لدكتور خالد عن العناني وزير السياحة والأثار إن المتحف المصري هو المتحف الأكبر والأشهر لمجموعات الأثار المصرية على مستوى العالم وسيظل كذلك سيشهد المتحف منافسة شديدة خلال الفترة القادمة خاصة أنه تفصلنا أسابيع قليلة على افتتاح القاعة المركزية بالمتحف القومي للحضارة المصرية وقاعة الموميات واللي هيتم افتتاحها في 2020 بعدها هيكون المتحف المصري في 2021 وعارفين طبعا حضراتكم الاكتشافات الأسرية الممتازة اللي كانت تمت الأيام اللي فاتت بنتمنى كل التوفيق الحقيقة لمصر ويمكن برضو من الحاجات اللي حابين ان احنا نتكلم عنها يعني انه قد ايه فعلا فيه اهتمام كبير دلوقتي بالنشاطات الأسرية وايضا الموضوع السياحة الدينية والمسار بالنسبة للعائلة المقدسة وكل هذه الأمور الحقيقة يعني بنشكر ربنا على انه فعلا فيه تطورات كبيرة جدا في هذا الاطار يمكن برضو فيه خبر كان تصدر مواقع ده بعيد بقى عن مصر ده في دبي حصل فيه رجل اسمه الرجل الطائر كان خلال طلعة تدريبية توفى وكان فيه امل كبير جدا على انه هذا الرجل هو اللي تمكن من انه يطير على ارتفاعات كبيرة جدا ولكن الحقيقة للأسف انه توفى في اطار تدريبات وكان اسمه مسجل فيه جانس الحقيقة وهو اسمه فانسنت كان وهو كان رياضي موهوب الحقيقة وعمره 36 عام والحقيقة نعته دبي وايضا تأثر كثير من رواد مواقع الاخبارية ومواقع التواصل بموضوع خبر وفاته وهو كان مشهور باسم الرجل الطار بشكركم مشاهدينا حاولنا نجيب لحضراتكم اخبار من يعني مناطق مختلفة ونركز على الاخبار المهمة نتمنى ان يعني تنتظرونا ان شاء الله ومزيد من الاخبار ومرة الاحداث يوم الجمعة الى اللقاء اشتركوا في القناة